كما يصبح العالم أكثر مختلفة ومثلاثة يفتتح الدكتور كريغ كونسيداين الجزء الثاني من مقاله المنشور في مجلة نيوزويك الأمريكية في السابع عشر من مارس من عام 2020 عن حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأوبئة كوباء كورونا فيروس قائلا كيف كان سيعلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فكرة أن الصلاة هي المكون الأساسي أو المكون الوحيد للتداوي ومواجهة الوباء لنتأمل هذه القصة التي نقلها إلينا الترمذي وهو الباحث الفارسي الذي عاش في القرن التاسع للميلاد قال في أحد الأيام رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلا بدويا يترك ناقته دون أن يربطها سأل البدوية لماذا لا تربط ناقتك أجاب أنا أتوكل على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربط ناقتك أولا ثم توكل على الله وفي نص الحديث المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أأرسل ناقتي وأتوكل أم أعقلها وأتوكل فقال بل اعقلها وتوكل وسأنف كريك قائلا لقد شجع محمد صلى الله عليه وسلم الناس على التماس الإرشاد في دينهم لكنه أعرب عن أمله في أن يتخذ إجراءات احترازية أساسية لضمان استقرار وسلامة وصحة الجميع وبعبارة أخرى فقد كان يأمل في أن يستخدم الناس عقولهم وفطرتهم السليمة انتهى مقال الدكتور كونسيداين هذا هو الدكتور كريك كونسيداين من الربع الأول من الألفية الثالثة للميلاد يلتقي مع مفكر وعالم وطبيب من الربع الأول من الألفية الثانية للميلاد في ساحة واحدة فقد تعلم كلاهما واستفاد من الهدي النبوي العملي الكريم في مواجهة الأوبئة ها هو الطبيب المسلم ابن سينا يطبك كل ما تعلمه من هذا الهدي النبوي فيما يتعلق بمفهوم الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي إلى حد الدعوة إلى الصلاة في المنازل عوضا عن صلاة الجماعة في المساجد لما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين في الأوقات الاستثنائية بأن يصلوا في بيوتهم وفي رحالهم تخفيفا عنهم وليس هناك زمن استثنائي أكثر خطورة من مباء منتشر في الأرض ترجمة نانسي قنقر